اكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زين الرئيسة مجلس النواب الحرص على تسخير الطاقات وتكثيف الجهود لترجمة التوجهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه ضمن مسار متسارع وسعي متواصل للارتقاء بمستوى العمل الوطني المشترك وضمن أطر واسعة من التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي تزداد تقدما واتساعا بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه وعربت معاليها عن اعتزاز مجلس النواب وكافة أعضائه بالإشادة الملكية السامية التي تفضل بها جلالتها يده الله خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء وإشارت معاليها إلى أن توجيهات جلالة الملك المفدى تعد خارطة طريق للعمل البرلماني الوطني وأن دعم السمو للعهد رئيس مجلس الوزراء يعد مرتكزا أساسيا للتعاون الفعال الذي يحقق التطلعات والاهداف المنشودة للوطن والمواطنين وأكدت معاليها أن مجلس النواب يجدد العهد والولاء لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه للمضي قدما وبخطوات راسخة في تحقيق التطلعات السامية وبالتعاون مع الحكومة الموقرة ترجمة نانسي قنقر